السلام عليكم طلاب هسه راح نكمل المنزمة مع الليفر راح ناخذ البلازما بروتين عندي الليفر راح يصنع لي كل البلازما بروتين ما عداه الإميون وغلوبيولين أشهر طريقة عن أمود أجي أفصل هاي البروتينات هي عن طريق الإلكتروفوريسيز فهذا الإلكتروفوريسيز راح يقسم ليها أو يفصل ليها إلى 5 باند هاي الفايف باند هي الألبومين ألفا وان فراكشن ألفا تو فراكشن بيتا فراكشن آن غاما فراكشن وطبعا عندي الألبومين راح يشكل لي 60% من التوتر سيرم بروتين وهذا بجهاز الإلكتروفوريسيز وين راح يروح أو وين راح يتجه راح يتجه لي نحو قطب الأنود فهذا نجي ناخذ الألبومين عندي السيرم بروتين اللي راح أجي أقيسها على مد أعرف فظائف الكبد هي الألبومين والجلوبيولين هذا الألبومين راح يكون الإنتاج مالت فقط بالليفر وهو يعتبر the major plasma protein that circulate in the blood stream هذا الألبومين راح يعتبر كلش مهم على مد أحافظ على الأنكورتك برجر in the vascular system فهنانا إذا صار عندي decreasing أنكورتك برجر بسبب لو ألبومين هذا الش راح يؤدي اللوز لفلويد to leak out from the interstitial space into peritoneal cavity producing ascites يعني هنانا إذا صار عندي نقصان بالأنكورتك برجر بسبب نقصان أو انخفاض مستوى الألبومين هذا الش راح يخلي راح يخلي السوائل تطلع من ال interstitial space تروح للperitoneal cavity فرح يسوي لحالة اسمها الأسايتس اللي هي هذي هنا راح تبدي السوائل تتجمع بالperitoneal cavity البرومين is a globular protein with molecular mass اشغد الموليكولا المالتة 66.3 kilodaltone وهو راح يتكون it consist of one polypeptide chain سلسلة مع البولي بيبتايد واحدة راح تتكون من 585 أمينو أسد و راح تحتويلي على 17 دايسيلفايد باون يقول هذي الألبومين it has no carbohydrate side chain يعني ما راح يحتويلي على سلاسل كاربوهايدرايتية كاربوهايدرايت side chain but is highly soluble in water بس قابلية دوابانة بالمي كلش عالية ليش دوت it's high negative charge at physiological pH بسبب الشحنة السالبة مالتة العالية بدرجة الحموضة خلي نقول normal أو physiological pH يقول البومين ما راح نقدر نخزينه in parenchymer cells because of lack of side carbohydrate chain بسبب أنو ما عنده السلاسل مال الكاربوهايدرايت أو بسبب قلة هاي السلاسل اتنانا أو لا يعني ما عنده side carbohydrate chain احنا استونق إنه it has no carbohydrate chain لأنه ما عنده carbohydrate chain فما راح نقدر نخزينه بال parenchymer cells هو تقريبا راح يمثلي نصف البلازمة بروتيين نسترون هنا نأخذ نجل أنه راح يمثلي 60% من الترطال سيروم بروتيين يعني تقريبا راح يكون النصف هو شوي أعلى من النصف it account for approximately half بلازمة بروتيين البومين سينثيس start at 20 weeks of gestation and continue throughout life التكوين أو التركيب ما للبومين راح يبدي بالاسبوع العشرين من الحمل و راح يستمر طوال الحياة يقول during the first 20 weeks of fetal life alpha phytoprotein ما يسير as البومين osmotic equivalent هنا يقول بأول عشرين اسبوع من حياة الجنين راح يشتر عندي alpha phytoprotein يعني مثل الشغر أو مكافئ الشغر البومين بال اسموتيك يعني البومين اسموتيك equivalent يقول this protein is synthesized primary from hepatocyte of liver هذا البروتين راح يتم التصنيع مرتب بشكل اساسي من خلايا الكبد it reflects the fraction of liver kidney and all malnutrition هو راح يبين للوظيفة مع liver وال kidney و راح يبين لإذا أكو سوء تاغذية decreased synthesis in the liver is seen in acute or chronic liver disease amyloid malnutrition and malignancy and dehydration راح تأدي إلى زيادة الألبومين level فرح يصير عندي حالة من ال hyper albominememia ها 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 يمتح بحالة dehydration بالجفاف عندي ال hypo albominemia بحالة بحالة مثل السيروسيز أكثر من الأكيوت لفاليزيز بيقول إس نوت سبيسيفيك فالليفاليزيز بيكوز إتأكل إن بروتين مالنيوتريشن يعني إصر هاي بوالبرومينيمية هذا مفت شيء خاص بالكبد لأ ممكن يكون ناتج بسبب بروتين مالنيوتريشن أو بسبب بروتين لوزنج انترور باثيز أو بسبب النفروتك سندروم أو كرونيك انفكشن دات انهبت البومين سنتسيز الالتهابات راح تقلل التكوين مع البومين فراح يصير عندي هاي بوالبرومينيمية هسا عندي الميكانيزم of decrease in the البومين سنتسيز نانا يقول decrease synthesis وين راح ألاحظها ألاحظ من يكون عندي انجري بالهيباتوسايت مثل ما نعرف أنه الكبد أو الهيباتوسايت هي اللي راح تصنع للألبومين فإذا صاير بها انجري أكيد راح تقل نسبة التصنيع مع البومين أو بسبب decrease protein intake like malnutrition or starvation من الإنسان ما قاعد يأكل كمية بروتينات أو كمية بروتينات كافية بسبب سوء التغذية أو المجاعة أو بسبب ضعف أو خلل بالامتصاص من البروتينات عندي هنانا extensive lose of the albumin CNN زين أنت راح أجي أشوف أو حالات أشوف بها خسارة كلش تشبيرة للألبومين عندي بالنفروتك سندروم there is extensive lose of protein in the urine من يكون حالة نفروتك سندروم الجسم راح يخسر كمية كلش تشبيرة من البروتينات باليورين حالة ثانية there is lose of protein in extensive bone or exfoliative dermatitis بحالة الحروق الشديدة أو بسبب التهاب الجلد يعني هنانا راح يصير فقدان أو نقص بالبروتين وعندي in protein losing in intestinal disease protein losing in enteropathies يعني هنانا بالأمراض ما للأمعاء هنانا راح الجسم يفقد بروتينات shifting the protein in ascites may happen in liver disease like cirrhosis عندي ألبومين لفر هنانا راح ينخفض يمتع ألبومين لفر ديكريز and hypoalbuminemia may take place from one of the following mechanism الضعف بتكوين الألبومين ما قاعد يتكون لي بكميات كافية أو أكو خلل بالتكوين عندي increase catabolism التحطيم والهدم ما للألبومين زايد البروتين lose قاعد يصير أكو فقدان بالبروتينات أو بسبب قلة امتصاص الأمينو أسد أو alter distribution of albumin like ascites اما عندي السفير هايبوالبومينيني is due to the lose of albumin هنا أنا قاعد يصير أكو فقدان للألبومين باليورين أو الفيسز the level is below 2 g per letter قاعد يصير المستوامات أقل من 2 g على letter عند أدمة is usually present وعادة رح تظهر عندي أدمة عندي الحالة الثانية اللي رح يصير بها نقصان المستوى الألبومين هي الأكيوت والكرونيك انفلميشن يعني هنا عندي السبب ما للهيمو دايليشن extra vascular space lose increase cell conception and decrease synthesis فهنانا السبب أنه قاعد يصير عندي هيمو دايليشن قاعد يقل الاكسترا فascular space وقاعد يزيد ال cell conception ويقل عندي التكوير مالته أو بسبب التهاب المفاصل أو والي glonulomaeitis process فهنانا ومست بكتريال انفكشن وبسبب السيلايتس والسيلايتس والسيلايتف باور ديزيز انسيرتين باورسايتك انفكشن يعني بعض الإصابات اللي بسبب الطفيليات فهنانا هاي الحالات هي راح السبب لي ديكريز بالليفر مال الالبومين هسا راح نجي ناخذ التقليل مال صناعة الالبومين بالليفر هذا ممكن يكون السبب مالته للنزل للنزل والنزل للسيلايتس الالبومين في المنزل يقوم كما في المنزل أو بسبب يصير انخفار بالتكوين المعتب بسبب السموم أو الكحول. هنا يقول هنا يقول ان الكبد يقدر يعوض التكوين مع الالبومين ويقول حوالي تقريبا 95% من وظائف الكبد راح تنفقد. يقول بالأكوت والكرونيك لفر ديزيز أميلويدوسيز والمالغنانسيز كونجستف هارد ديزيز عن كونستركتف بريكار دايتس همين بهاي الحالات راح يصير عندي قلة بتكوين الالبومين بالليفر. وهنا راح يصير عندي فقدان للالبومين من خلال اليورين يقول بما انه الالبومين سمول عندي قلوبيولار فاكو كمية من عنده كمية ملحوظة راح يصير بها فلتريشن انتو بلوميولار يورين بس هنا الكمية الأعظم من عنده راح يصير بها ريابسوربشن انتو بوكسيما تيوبيولار سيل يقول النور مريولين راح يحتويلي على عشرين ملي غرام اوف البومين بالغرام اوف كرياتين يقول هناني الارتفاع عن هاي الكمية يعني اذا صار الكمية اكبر من الالبومين هاي راح اشوفه هذا راح اشوفه من يزداد الكلوميولار فلتريشن او من يكون عندي تيوبيولار دامج يعني من مثلا صار عندي تيوبيولار دامج احنا مو قلنا انه اذا هي تيوبيولار اصلا بها دامج فما راح تجي اتمتصلي فاتكمية زيانة من الالبومين فهنانا راح يزداد الاكسيكريشن من الالبومين فراح افقد الالبومين هنا باليوران هسا راح نجي ناخذ الكلوتينج فاكتر هنانا التخث راح يكون الي ارتباط كلش قوي بالوظيفة الكبد لان معظم الكوكليشن فاكتر وين راح يتم تصنيعها راح يتم تصنيعها بالليور بلانكايمال سيلز عوامل التخثر اغلبها او معظمها راح تصنعها خلايا الكبد عن دي لفرز ارتكلو اندوثيليال سيستم سيرفاف ان امبورتن رول ان ذا كليرانس اف اكتيفاشن بودك و الاندوثيليال سيستم ما للكبد هو راح يكون الي دور كلش مهم بعملية الكليرانس اف اكتيفاشن بودكت عندي نقص فيتامين كي اش راح يديلي to the production of abnormal فيتامين كي dependent فاكتر يعني نقص فيتامين كي راح يديلي الى انتاج فاكتر تكون غير طبيعية هاي الفاكتر الي تعتمد على فيتامين كي فاذا هو فيتامين كي صار بنقص فراح تكون هاي ابنورمال فاكتر the factor like gamma carboxy glutamic acid residues in the NH2 terminal part of their molecule يقول هنان العوامل راح تفتقد الى القامة carboxy glutamic acid بالجزء الطرفي مالي ال NH2 مالته هسا راح نجي ناخد الاميونو جلوبيولين يقول Diagnostic sensitivity for elevated IgA in alcoholic liver disease and IgM in primary pylary thylosis with the exception of IgM in primary pylary thylosis with the exception of IgM in primary pylary thylosis and primary pylary thylosis مثل ما قلنا هنانه بال primary pylary thylosis IgM هو اللي راح يرتفع من اللي راح يرتفع راح يرتفع IgA and this tend to the cause beta gamma bridging on serum electrophoreses The autoimmune chronic active hepatitis IgG is particularly increased بالحالات وبالحالات ما ال autoimmune chronic active hepatitis هذا منه راح يزداد عندي IgG فهس عندي مرض الكبد بالكحول من الله يزداد عندي IgA من يكون عندي pylary thylosis primary pylary thylosis من الله يزداد عندي IgM من يكون عندي autoimmune chronic active hepatitis من الله يزداد عندي IgG عندي Alpha Phytoprotein هذا Alpha Phytoprotein هو الشكل الجنيني للألبومين هذا نور ما يكون absent from plasma هذا Alpha Phytoprotein هذا راح يكون major plasma protein منه راح يصنع اليوكساك وال Fetal خلال مرحلة Fetal Development هس عندي Alpha Phytoprotein والشكل الجنيني من الألبومين هذا منه راح يصنع هذا راح يصنع اليوكساك والفيتر خلال مرحلة Fetal Development الثال الثالث 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 The Fetal Analog of Serum Albumin هذا Alpha Phytoprotein راح يزداد بشكل ملحوظ يمتب بالبرايماري في البرايماري لفر سير كارسينومة هيباترومة كنتيجة للفيرجين الفيرجين of the malignant سيرتو ديفرنشيات سيرتو ديفرنشيات is produced by some germ serotumor Theratoma يعني هنانا هميا ممكن راح يتم انتاجه بواسطة germ serotumor اللي هي التلاترومة هميا راح تجي الصنع ال Alpha Phytoprotein ممكن انه سصير إلي moderate elevation في ارتفاعات او ارتفاع معتدل يكون عندي ال liver tissue قاعد يصير بي regeneration مثل انه عندي recovery stage after hepatitis or in seelosis مثلا قاعد يصير عندي مرحلة معالجة او شفاء ولا مرحلة الهيباتيتس او seelosis فهنا ال liver tissue مقاعد يصير بي regeneration فراح ألاحظ عندي moderate elevation لل Alpha Phytoprotein فراحة الفررotein هو الشكل اللي راح يتخزن بالاءيرون بالليفر يقول زيادة increase level reflect increase iron store or level seel necrosis فاذا زاد عندي المستويات مال الفررotein هذا ياما راح يشير لانه قاعد يزيد التخزين مال الحديد او صعير عندي لفر سير نيكروسيز هسا عندي ذا لفر ان الفا وان الفا وان كان لفر بروبلم ان اي ات اني استيج يعني بأي مرحلة عمرية ممكن الالفا وان يسبب لي فد مشاكل بالليفر عندي لارج امونت اف الفا وان انتترابسين بروتين او ميد ان ذا لفر يعني راح يتم تصنيع كميات كبيرة من البروتين الالفا انتترابسين بالكبد وهنا يقول تقريبا 85% افذ بروتين او ميد ان ذا لفر هنان الليفر تقريبا يعني راح يصير بدميج ان بسكارد هنان يقول لم يكن اي طريقة عن مد امنع الابنورمال اي اي تي from getting stuck in the liver هنانا النقص ما للـ AAT in the blood راح يؤدي الى تلف الـ Lung get damaged by smoke and air pollution and can't show up as lung disease with alpha 1 يعني النقص ما التهوى راح يؤدي لي الى تلف الـ AAT بسبب الـ Smoking أو الـ Air Pollution فهنانا راح يظهر لي كمرض او يعني لـ Lung disease وهي الـ Alpha 1 هسا عندي البلازما امونيا عندي normal level maleter لازم يكون اقل من 40 ميكرو مول باللتر هنانا القياس ما للـ أمونيا يعتبر كلش مفيد in cases of entered level of conscious بالحالات يعني التغير مع المستويات الوعي فمن اجي اقيس الامونيا هذا كلش مهم بهاي الحالات يقول ارتفاع الامونيا are responsible for the neurological science of hepatic encephalopathy ارتفاع الامونيا هو راح يكون مسؤول عن العلامات العصبية من يصير عندي hepatic encephalopathy زيان انت راح يصير عندي هايبر امونيمية من يكون عندي فد يعني liver disease with hepatic failure مثل ما نعرف انه الامونيا هي توكسيك و بالليفر راح تتحول الى يوريا اقدر اتخلص منها من الكيدميه فاذا صار عندي فد دمج او دزيز بالكبد مثل او hepatic failure فاكيد هنا التحويل مالي الامونيا راح يقل فهنا راح تزداد عندي نسبة الامونيا فيصير عندي هايبر امونيمية عندي هميا راح تزداد مستوى الامونيا of newborn due to the liver immaturity عندي هميا راح يصير عندي ارتفاع بمستوى الامونيا او بسبب نقص بانزين باليوراسايكل وهاي عادة راح تظهر لي بمرحلة الطفولة with the neurological symptom فهنا انا عندي اه يعني المرحلة مال تحويل الامونيا الى اليوريا احنا مرح نستخدم مجموعة من الانزيمات مثل هنا بهاي الانزيمات صار ديفيشينسي فاكيد مرح تتحول الامونيا الى يوريا اه مثل مرح تتحول بشكل كامل او مرح تتحول بشكل جزئي بس هميا راح يؤدي الى ارتفاع مستوى الامونيا بالدم عندي الاكتاك ديهايدروجينيز يعتبر سيتوسوليك غلايكولايتك انزيم هذا اه هنا عندي الاكتاك من يصير بي اوكسيديشا راح يمطيني البيروفيت اه هنا انا هذا الاكتاك ديهايدروجينيز عندي فايف ايزروماريز اللي هنا اير دي وان اه يعني من Yar D1 الى Yar D5 عندي Yar D2 هنا مرتبط بالكاردياك More Ahí الديني وانا m artiques بالكاردياك مصل والكيدني والر بي سي. عندي اير دي فور والار دي فايف رح يكون مرتبط بالليفر والسكريتر مصل. عندي الهارف تايم رح يكون من اربعة الى ست ساعات. ويكون التركيز مرتب اللي بلازمة خمسمية اكس بلازمة كونسنتريشن. عندي نورمال ليفر مالتي يكون مية وخمسين. وعندي رح يزداد بحالة الهيباتايتس. ورح يزداد كذلك اه فوق يعني الخمسمية. احنا مو قلنا نورمال ماتر مية وخمسين اهنا رح يزداد فوق الخمسمية. والزيادة مع الالكيلين فوسفيتز رح تكون فوق الميتين وخمسين. ويكون عندي an absence of abnormality in AST or ALT. وطبعا هنان التفاصيل مالتين ذكرت بملزمة الانزيم. يعني هس بشكل عام هذا اللاكتادي هيدروجينيز هو سيتوسوليكي غلايكولايتك انزيم. هذا عندي 5 major isomerase من RD1 الى RD5. عندي RD1 و RD2 هذا رح يكون منتبط بالكاردياك مصر والكيدني والكريات الدم الحمر. عندي RD4 وال RD5 رح يكون رح يرتفع بحالة الهيباتايتس. عندي هسه ال classification of main liver disease. عندي liver disease بسبب ال viral disease. هنا عندي acute viral هباتايتس. عندي chronic viral هباتايتس. عندي viral liver cellulose. او liver disease ميتابوليكي لفرد. عندي ميتابوليك لفرد ديزيز. عندي ادراج لفرد ديزيز. عندي ميتابوليك لفرد ديزيز. مثل ويلسون ديزيز. او بالحانين ه deficiencies. عندي ديزيز. على خلال يعمل ميتابوليكي من تغavan ميتابوليكي وسيعمل الروس الحروض مع و gratitude. عندي 수كة كون amazon and lactobloxideic. عندي خليستاتيز. مثل عندي первый بايلاري سيروسيز برايماري كوليستايتك هباتايتس او سيكندري كوليستايتك هباتايتس وعندي لفر داميج بسبب يعني اسباب اخرى وعندي لفر اتيومر وعندي همين هنانا مخطط او جدول رح يبين لي كل واحد من ذنين الانزيمات ggt البلولوروبينzas اوatelyن البلازمة البومين بايلاري لفر وعندي الاطماري كوليست سيرتم بالمشاركة الفرح يرتفع لابن كان اعطل اقبل اثباء الاجر لم يحب في اسم اوقات في ملزمة الانزيم اخذنا الانزيم راح نستخدمه على مدى الكشف او يعتبري الافضل انا من نكشف بحالة الكحول بالليفر فالجواب كان جي جي تي القاما قلوتاميل ترانسفرايز عندي بحالة الاكيوت فيرال هيباتايتس هنا الالبومين ما بيتغير عندي راح يكون اكو ارتفاع بالارت بس ارتفاع الارت والبليروبين والجي جي تي يكون اكبر وهكذا البقية الانزيمات فشوفوا هذا الجدول لان مهم وراح يوضحكم هاي اشياء